مراجعة سريعة هدف هذا الفيديو اليوم اليوم نتحدث عن حرف الجر الزمنية نريد أن نكمل على الدرس الماضي إذا لم ترى الدرس الماضي يجب أن ترى مفهوم الخط الزمني مثل ما رأنا في الدرس الماضي نحن نتحدث عن نقطة زمنية موجودة في الماضي في الحاضرة والمستقبل تكون نقطة زمنية متكررة هذه مراجعة سريعة هدف هذا الفيديو اليوم أني لا أريد أن أعجبكم فقط نقطة زمنية قلت لكم وعدكم أن أريد أن أتحدث عن مدة زمنية ما الفرق بينهم الفرق أنه النقطة الزمنية هي ستوصف حدث صار ولكننا لا يهمنا كم مدة لهذا الحدث مثلا أين أجعل السويد أو أين أشترى بيته أو أين أخذ شاهدت الأسواق هذه كلها ليست مدة هذه كلها نقطة زمنية أما المدة الزمنية هي عندما أحد يسأل عن المدة كيف نحن نعيشون هنا كيف يأخذ وقت مثلا نروح المدرسة هذه الأشياء توقع المدة الزمنية فأنا لماذا أسمتها لتنتين هي لأن المدة الزمنية تأخذ توقع المدرسة أحرف الجر أو المدرسة بطريقة ثانية ولكن أحسنا نحظ أنه شغلتها كثير سهلة وليس مثل أبدا من النقطة الزمنية هذه كثير مثال بسيط كثير من الوقت وهي أحد يتكلم أنا أصلي عايش بالسويد سنتين لاحظوا كيف أجت أحد يتكلم سنتين كثير من الوقت أحد يتكلم أنا لم أسافر برد البلد من شهرين يعني أنا أصلي شهرين ما سافرت برد البلد فلاحظوا كيف جاء هون نفي وهون ليس جاء نفي لماذا هذا يحدث؟ لأنه هناك شيء بالمدة الزمنية هو أنه عندما لا يكون لدينا نفي عند عدم النفي نستخدم E و عند النفي نستخدم P كيف يعني هذا؟ مثلا هورلانجا 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 كيف تتعلم في سودي؟ كما ترون هورلانجا يقوم بالمدة الزمنية يقوم بك مثلا هنا هورلانجا يخطئي أنا أصاري أمتعلم للسويدي لمنة السنة فذلك ننتبه هنا بأنه قصة أنه أنا أصاري مدة الزمنية وهي لا يوجد نفي و نستخدم E إهور أنا أصاري سنة أمتعلم للسويدي ولكن سأقول مثلا سنتين يقول إي تفوع مثلا عشر سنين إي تيا أور نفس الشيء لا يهمنا نحن فقط بهمنا النفي فهذا الشيء يرمزه أنا بالسالب والموجب موجب لما يكون فيه نفي وسالب لما يكون جد فيه نفي بالجملة فهذا الشيء يبدو أن نتذكره عندنا نضع نفيه هل يسمى هذا الهدف انتساتسيريان لاحظوا انه هنا كيف حصل لك ما شفت سوريا أو كيف حصل لك ما شفت سوريا هل أنت ساتسيريان بطي يأور النصر اللي ما شفت سوريا من عشر سنين فهي أنا كمان عم بحكي عن مدة زمنية من آخر مرة ما شفت سوريا لهلأ هي مدة زمنية وهي مدة زمنية سالبة أو فيها نفي فينا نقول فلازم نستخدم بو لاحظوا كيف بو دائما مرتبطة بالإنتي ليس فقط الإنتي كمان أي نوع نفي تاني بس نحن أكثر شيء نستخدمه إنتي فمدما في إنتي بالجواب في مدة زمنية فيها إنتي أو نفي فمية بالمئة تجي بو وهذا بس اللي يتغير من قلة بالإ إلى بو إذا كان في نفي بالجملة هذا بصراحة كان كل شيء عن المفهوم الخط الزمني سواء نقطة زمنية أو مدة زمنية هذا كان كل شيء عنه الآن ننتقل إلى موضوع الثاني لأحرف شر برو بيزو خونر أبدا لم أقلنا علاقة بالخط الزمني ولكن لن أقلنا علاقة بالزمن يعني هذه الشغلات لا يوجد داعي أن نتخيل الخط الزمني ونكتبه ونحكيه مع أحده أو عندما نسمع شيء يكفي بس أن نتعود عليهم مثل السرعة إذا حدثنا عن سرعتنا بشيء معين ونحن نحكي عن كم سريعين اللي نحن بشغلة فدائما نستخدم POO لا يوجد أي حرف شرطاني نقول دائما POO مثلا 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 هور سنابت كندو لسا تيدنين كم سرعتك كم سرعتك كم سرعتك كم سرعتك الجريدة كنت نقول هنا كم سرعتك كم سرعتك كم سرعتك كم سرعتك نبدأ مرفع أليس المجل كم سرعتك أليس هور سرعتك كم سرعتك لسان كم سرعتك لن تضح لن يوجد ترجمة happened كم سرعتك يمكنني أن أطبخ مالتد بوئن حالف تماما أنا أطبخ مالتد يعني وجبة أنا أطبخ مالتد بنصف ساعة بوئن حالف تماما فهذا الشيء يوجد سرعة لا تخربتوا بين المدة الزمنية والسرعة أحيانا ممكن تقولوا أنه أنا أتخذ مني نصف ساعة لساوي المالتد أتخذ مني نصف ساعة لساوي الوجبة هذا الشيء صح أن هذه مدة الزمنية لكن هنا تركيزنا جاءة على سرعة فهنا تركيزنا ليس جائز السؤال ليس جاء أو ليس قصدنا هنا على قصة كيف أخذت وقت لأننا يهمنا السرعة في القصة فهذا الشيء سنفرح هنا فهذا ما حصل لنا نقطة زمنية ومدة زمنية وفي الخط الزمنية وبعدين لدينا برات الخط الزمنية لدينا السرعة السرعة من تأخذ بوء الآن لدينا آخر واحدة بالأحرف الجر الزمنية وهي كم مرة أو هور أوفتا كم مرة يعني كم مرة أنت تأكل في النهار أو كم مرة أنت تذهب إلى المدرسة في الأسبوع ف انسوا لي قليلا هناك فراغ وهناك فراغ يعني هناك كلمات تضع و tablet الآن لدينا كلمة كم معاناة كم مرة ولكن مرة كم مرة كم مرة كم مرة كم مرة كم مرة أين جونغ إفكا بدل أول فراغ أعدنا عدد الوقت مثلا مرتين ثلاثة أربعة بعدين هون هي أين يعني مرة واحدة أين جونغ يعني مرة واحدة إفكا في الأسبوع أين جونغ إيمونة مرة في الشهر أين مرة يعني هنا تنتين صايرين مرة بس أين هي العدد صايرة أين جونغ يعني مرة واحدة إيمونة في الشهر حسنا أنا بدي أقول مثلا عدة مرات يعني بدي أقول شيء أكثر من عدد رخم واحد بدي أقول مثلا اثنين فهون شو بدي أعمال وقتهم بدي أجمع لأن جونغ هون جاي سبستنتيف بدي أجمع عادي فهون شو بدي أقول بدي أقول تفو غونغ إيمونة مرتين بالأسبوع أو تفو غونغ إيمونة مرتين بالشهر أو كسوفيدر بس بنا نحكي مثلا عشر مرات بالشهر بدي أقول تي يي جونغ إيمونة أو تي يي جونغ إيمونة أو تي يي جونغ إيمونة فهذا هذا دائما بنستخدم إيمة لحنا بها القصة مثل ما رأيكم بس في حالات و لا تخفوني بس كثرة كلمات بصراحة كثرة كلمات بس ما بنستخدم معهم إيمة عندما نقول لحنا كم مرة أو أهور أو أفتا فمستخدم معهم أم بدلا هي اللي هنا أورت يعني السنة داغن يعني اليوم و ديغن 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 بس ما بتعرفه هو ليوم هو يوم بشكل حرفي يعني 24 ساعة داغن هي لنهاية الوقت للساعة 12 بالليل ديغن 24 ساعة ولكن ما بيهمنا الشمس وين أو لحنا ما موقعنا بالنسبة للشمس داغن بيهمنا لحنا لحنا الساعة 12 بدأت بقى بلحنا يوم جديد ديغن ما بيهمه ديغن يعني حرفيا 24 ساعة فهذه الثلاثة هذة الثلاثة بيستخدمهم الباقي كله بيأخذ إي فهذا يجبكم تذكرونه كيف هذا الحكي يعني مثلا إذا بدي أقول أنا مرة بالأسبوع قلت لكم مرة بالأسبوع عم جارب على السؤال مثلا مرة بالأسبوع ل이면テ وتتأكد مرة بالأسبوع أعني النصل بلعículة أصبح ثم يوجد عم س acquist مرة بالأسبوع ثم مرة بالأسبوع مرتين بالأسبوع فاااااا من ثم أخذ مثلا هناك حتى تعطي ذكر الساعة هل أنت في العمج theme هل أنت في بعض انا وأستحطين MIC يعني مثلا تفم لفvet لكنهم يساعدون أنهم أساعدون أنظر فاند manually ويوم كم الأشخاص يحكم إلى وقت كما ياتي إلى وقت Никأي يواجد إلى وقت كما أشخاص يحكم في وقت لأنه أور تأخذ أم فمنحط الله أم تفوقه نير أم ورد هذا كان كل شيء للوقت الآن خلاص سمعت فيه صار أهرب فجر زمنية لكن هذا المفهوم كل شيء لكن أرجع و أعيدهم ببداية عن الخط الزمنية اللي هو بنحط عليه مدة زمنية أو نقطة زمنية بعدين برات مفهوم الخط الزمنية عن عن السرعة بعدين عنه الكم مرة وهذا كان كل شيء حروف فجر زمنية ما عادي مرة عليكم عيدوا الفيديو هذا واللي قبله لكي تركزوا أكثر عن هذه القصة أو كليكاتيل